الدكتور عسمة بولوس وزوجته نهاد ضحيتان لما يسمى التلوث السماعي تعرضهما المستمر للضجيج والصفير والطنين المتواصل الصادر عن معدات التكييف والتدفئة والمضخات وخزانات الغاز التابعة للفندق المحيط بهم ومولدات الكهرباء التي تبعد فقط 20 مترا عن المباني السكنية أمر أثر سلبا على صحتهما وهذا ما أكده تقرير الطبيب الشرعي الذي رفع إلى الجهات الرسمية لكن دون أن تثمر أي حل أنا هايدي الأصوات روحت لي قسم كبير من ساعة ما بنام مثلا أنا إنساني بدي أخذ كم من المهدئات ومن المنومات مش لأنه طالع عبالي آخرهم هني عم بيدروني بذات الوقت عم بيدروني بس عم بين جبر إقلون أنا ما بيقدر مرد كل حياتي ما قادر لا نام بالنهار ولا نام بالليل الدكتور عصمت شرح للأم تيفي عن جهاز السونوماتر أو مقياسي مستوى الضجيج المسموح فيه بالليل 35 ديسيبال ما حدا بيقدر نام نوم طبيعي إذا كان بيزيد عن 35 ديسيبال بالليل وبالنهار؟ وبالنهار الدرر بيبلش بال45 ديسيبال حتى ال35 متواصل ليل مع نهار بيضر السمع شو الأثار السلبية إذا ديسيبال تخطى المسموح فيه؟ قلبي يصير قطش، بيصير عنده نوزة، بيصير عنده لعيان، بيصير عنده وجع راس هل في خطر أنه يفقد الواحد حيث تسمع طبعه مع فترة طويلة؟ بيفقدها على غير رجعة أصوات مختلفة ومزعجة نسمعها كل يوم الأم تي في قامت بجولة في أحياء العاصمة وقاست مستوى الضجيج المؤذي والبداية كانت خلال قيادة السيارة رح بنحاول نقيس قوة الضجة بشارع وبيوم عادي إذا كنا متوجهين للشغل أو على البيت بهذه المكانة اللي معويها الدكتور بولوس ونشوف قديش هيدا الضجة بيوم عادي مئزية للسمع ثواني معدودة حتى ظهرت النتيجة النتيجة طلعت 78.8 ديسيبال يعني ما يقارب 80 أو دوبل اللي مفروض نحن نسمعه خلال النهار اللي هي 45 ديسيبال وما مفروض تكون 45 ديسيبال متواصلة إذن هذه نتيجة التفوق المسموح فيه نسمعه من الضجة تقريبا بالدوب وإلى جانب دخانها الملوث للبيئة تصدر مولدات الكهرباء نوعا قياسيا من التلوث السماعي الذي يصل إلى 99 ديسيبال فنتيجة لم تكن أفضل في الساحات والشوارع ذلك ربما لأن اللبناني أضحى خبيرا في تكوين الضجة وأبرزها ظاهرة التزمير